عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة نسب تنفيذ الجامعات الأهلية لدخول الخدمة بداية العام الدراسي إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة وبعض الملفات الأخرى وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مقدمتها الجامعات الأهلية الدولية والتكنولوجية فضلاً عن موقف المشروعات للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والمستشفيات الجامعية